موسيقى السلام عليكم مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذه النشرة التونسية المفصلة نقدمها مباشرة من تونس ونستهلها بأبرز عنوانها سيناريوهات عدة تطرحها القوى التونسية لتشكيل الحكومة المقبلة ومرشحوا الرئاسة يترقبون موقف النهضة موسيقى كالثوم كنو المرأة التونسية الأولى التي تطرق باب رئاسة في قرطاج موسيقى وأدوار نضالية جديدة لطلاب الجامعات التونسية بعد ثورة الكرامة موسيقى أهلا بكم كل الحراك السياسي في تونس ينصب على ما بعد تشكيل الحكومة المرتقبة وكل ذلك لحسابات ما بعد الانتخابات الرئاسية في جانب آخر من النشرة التونسية نتوقف عند ترشح السيدة كالثوم كنو لمنصب الرئاسة كأول امرأة تونسية تطرق باب قرطاج وأيضا نعرج على الدور السياسي الذي يلعبه طلاب الجامعات موسيقى إذن تعهد حزب حركة نداء تونس الفائز في الانتخابات التشريعية تعهد بالسئصال الإرهاب وذلك بعد هجوم الأمس الذي أدى إلى مقتل وجرح عدد من جنود الجيش وقال الحزب في بيان إن مقاومة الإرهاب تعد أولوية وطنية قصوى بدورها حركة النهضة أكدت ضرورة استمرار الوحدة الوطنية في مواجهة الإرهاب فيما دعا حمى الهمامي المرشح الرئاسي عن الجبهة الشعبية دعا إلى عدم السماح للإرهاب بمنع التونسيين من مواصلة التقدم وينضم إلينا هنا في الستوديو الشاعر والإعلامي والناقد دكتور محمد أحمد القابسي دكتور محمد أهلا بك بداية نسأل يعني الإرهاب بات خطرا داهما أيضا استحقاقا مهما ويترك باب تونس في هذه الأيام هو أولوية لدى الحكومة المقبلة أم ماذا هو فعلا هو الإرهاب أولا لا يترك باب تونس فقط هو خارج من مواقع تقليدية وصار عابرة للقارات فيما يسمى القاعدة في ما يسمى منطقتنا منطقة الغرب الإسلامي أو المغرب العربي الآن هذه ظواهر جديدة عليها لكن الطرق الجديد هو الوضع في ليبيا وكميات الأسلحة المكدسة والتسيب وغياب الدولة يضاف إلى ذلك هذا الوضع الذي نعرفه على الحدود السحراوية الأفريقية والوضع في مالي وكلها الخلايا النائمة طبعا كل القواء السياسية وكل الأحزاب وكل الحكومات كلها أعلنت بأنها ستناظل من أجل استأصال الأرهاب ولكن يبدو أن الأرهاب واقع وهناك أسباب غير أمنية أو هناك أسباب أمنية هناك أسباب استأصال الأرهاب سيأخذ وقت لأن هناك أسباب أسباب هناك الفقر هناك عدم التوازن التنموي هناك الأمية هناك الوعي الحضاري الوعي الوطني كل الأرهاب يعني استأصال أرهاب للعلاج الأرهاب لن يتم بالشعارات أو بالليافتات الانتخابية إن أردنا أن نستأصال الأرهاب علينا أن نعيد النظر صراحة في المنظومة التربوية أن نتصارح كتونسيين حول منظومتنا التربوية علينا أن نسأل هل لنا مشروع ثقافي تحديثي توعوي علينا أن نسأل أين وضعنا الجامعي كيف أصبحت جامعاتنا الآن وهي أصبحت لا تبرز حتى في التصنيف الجامعات العالمية وطبعا يضاف كما ذكرت هو الوضع التنموي بالجهات وأنت حضرتك تعرفين البارحة وما حصل يوم الحادثة مثلا في مستشفى مثل المستفى في جهة مثل جهة الكاف وهي من أعرق الجهات والتي تمتلك مخزون حضاري كبير جدا ومخزون زراعي في هذا المستشفى ليس به معدات ولا أطباء ولا تجهيزات استطاعت أن تستقبل كم واحد يعني 13 الذين أسيبوا بالروح وعلى هذا الأساس ما حدث في الكاف في مستشفى الكاف هو مثل هناك في جندوبة وهناك في الجسرين وسيديبوزيد يعني إن أردنا أن نستأصل الإرهاب علينا أن نبحث عن الأسباب الحقيقية ولا نستمع أن نستعمل طبعا كلنا ضد الإرهاب ولا شك فيه ولكن لا يمكن أن يكون الإرهاب مثل ما كان في عهد النظام السابق فزاعة نرفعها متى شئنا ونغض عنها النظر متى نريد الإرهاب لازم أن نجلس ونتحدث في الأسباب العميقة للإرهاب طيب دكتور محمد يعني هو بالفعل استحقاق أيضا يعني هناك من يربط بين هذا الموضوع وضرورة أن يكون الحكم جامعا أن تشارك جميع الأطراف السياسية في الحكم في تونس من هذا الباب أكدت مصادر في حركة النهضة للبيديين حصول اللقاء بين زعيمي حركة النهضة راشد الغنوشي ونداء تونس الباجي قائد السبسي المصادر أوضحت أن الطرفين اتفقوا على عدم نشر أي معلومات عن هذا اللقاء والناطق باسم النهضة زياد العذاري نفى حصوله من جهته يستأنف مجلس شورى النهضة اليوم اجتماعاته لحسم الموقف من الانتخابات الرئاسية وأعلان المرشح الذي ستدعمه الحركة والمرتقب أن تكشف عنه غدا الجمعة وفي الوقت الذي ينتظر فيه أعلان حركة النهضة عن موقفها من المرشحين الانتخابات الرئاسية تكثر المواقف والتحليلات بخصوص شكل الحكومة المقبلة والأحزاب التي تدعمها ويبرز هنا موقف حركة النهضة الداعم لحكومة كفاءات غير حزبية أو حكومة وحدة وطنية غير أن نداء تونس المكلف المفترض بتشكيل الحكومة يفضلها حكومة حزبية بالتحالف مع قوى ياسرية ويمينية ورد لنسي وتفاصيل يكثر الحديث في تونس عن التحالفات السياسية فيما يخص الرئاسيات لكن مسارا آخر لا يقل أهمية وربما يعتبر محددا لكل أشكال التحالفات المستقبلية في تونس خلال السنوات المقبلة شكل الحكومة والأطراف المشاركة فيها ما زالت موضوعا لنقاشات علنية وسرية بين الأحزاب حزب نداء تونس هو المكلف قانونا بتكوين الحكومة واختيار تركبتها وله من الخيارات الكثير كان يختار حكومة حزبية يتشارك فيها مع حزب أفاق الليبرالي والجبهة الشعبية اليسارية وأحزاب أخرى صغيرة دخول النهضة لحكومة كهذا يجعلها أقوى بكثير لكن للنهضة شروطها أعتقد أن الحل الأنسب في كل هذه السيناريوات هو حكومة توافق وطني أو حكومة وحدة وطنية عريضة بأحد الحلين إما حكومة سياسية تشارك فيها كل الكتل سياسية الممثلة في البرلمان أو أغلبها على الأقل وتكون بهذه الطريقة متناسقة في عملها بين البرلمان والحكومة والرئاسة وإما تكون حكومة توافق وطني غير أن شروطا كهذا قد تخدم مصلحة النهضة باعتبارها تكون قد نجحت في الحد من سيطرة نداء تونس على الحكم وهو ما يرفضه نداء تونس حسب مقربين منه ويفضل تحمل مسؤوليته خلال السنوات الخمس المقبلة على دقتها بحكومة متحزبة لا تملك السند البرلماني القوي وربما تعاول في ذلك على تعاون منظمات نافذة وقوية مثل اتحاد الشغل حركة نداء تونس لا أعتقد بأنها ستضع اليد مع النهضة في الظرف الراهن بل ستعمل على تشكيل حكومة من خلال التحالف مع بعض الأحزاب اليسارية أو اليمنية سيناريوات متعددة إذن قد تحددها تفاهمات سياسية بين الأحزاب الرئيسية هي بصدد التبلور بعض الترجحات تشير إلى أن حزب نداء تونس لن يحسم أمر التحالفات الحكومية قبل صدور نتائج الرئاسيات فأمكانية وجود الباجي قائد السبسي في قصر قرطاش قد تعزز الموقف التفاوضي للحزب مراد الدلنسي تونس الميدي دكتور أحمد هل بالإمكان التوصل في تونس إلى حكومة وحدة وطنية شوف هناك معطيات لا يمكن أن نغضى عنها النظر الذين انتخبوا نداء تونس طبعا هم انتخبوا نداء تونس لإيقاف المد النهضوي الذين انتخبوا نداء تونس هم انتخبوا نمط مجتمعي تونسي آخر نمط مجتمعي غير المشروع المجتمعي التي أرادت النهضة أن تضع فيه التونسيين الموقف إذن لا أتصور بسيغة من السيغ أن يضع نداء تونس يده مع النهضة لتشكيل حكومة لأن تشكيل حكومة يعني هناك اتفاق في القيم وفي نمط هذا المجتمع الجديد المجتمع بعد الانتخابات ثانيا أن الحديث عن تشكيل الحكومة الآن يبدو أنه في حاجة إلى أن ينتظر الانتخابات الرئاسية نحن إلى حد الآن لم نعرف ما هي الورقة التي تخبئها النهضة هل النهضة ستدعم مرشح معين هل ستدعم رئيس نداء تونس وستاذ الباجي قاعد السبسي وهذا يعني أنا ما أتصوره أن الذي يصلح بتونس ومستقبل تونس الآن يعني بعد الانتخابات الرئاسية هو حكومة تكنوكرات لأن نحن تونس لا تحتمل صراع الأحزاب صراع الأحزاب ممكن يصحها الآن في فرنسا في ألمانيا في الدنمارك أما في تونس فلا فالمحاصة الحزبية لا تنفع وغير قابلة للتطبيق لأن النهضة أولا أن تونس لا يملك الأغلبية المريحة لكي يشكل حكومة ثانيا لا نعرف نحن هل جبع شعبية لكن حتى مع تحالفه مع القوى الأخرى لا يستطيع أيضا أن يكون لديه هذه الأغلبية لكي يشكل حكومة لا يستطيع 109 إذا كان تحالف مثلا مع تحالف الديمقراطي تحالف الحر الحزب الوطني سليم الرياح لكن يحتاج أيضا إلى المزيد من المقاعد في حزب يأخذ من المستقلين نحن ولنا في تونس ما يسمى بالسياحة طيب ماذا عن حقيقة اللقاءات التي يتم الحديث عنها بين حركة النهضة ونداء تونس هناك مصادر أكدت للميادين حصول هذا اللقاء نهضة كذبت ونداء تونس لم يؤكد هذه اللقاءات ولكن هذا شيء طبيعي أنا أراه على الأقل في مثل هذه الظروف وفي مثل هذه المرحلة طبيعي أن تتم هذه المشاورات وأن تتم هذه اللقاءات خاصة وهناك رئيس المجلس التأسيسي يجري مشاورات لي بغرض وأن كان يعني هي ذاهبة إلى الفشل بغرض الوقوف إلى وراء أو معاء مرشح ديمقراطي المجموعة الديمقراطية هذه التي بكل أسف لم تسجل حضورا في البرلمان الجديد وكانت كارثة وحزاب ستتلاشى لأنها لم يعد لها معنى بعد هذه الانتخابات دكتور أحمد الآن سؤال يطرح نفسه من بحاجة إلى من نداء من نهضة؟ نعم من بحاجة إلى من نداء من نهضة؟ النهضة في حاجة إلى النداء النهضة وهذا سؤال مهم جدا 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 النهضة في حاجة إلى النداء لكي يخرجها من العزلة التي بدأت تدخل فيها ويدخلها في النمط الحزب الديني المدني يعني يدخلها للمنظومة المدنية لأنه تبين بأن المجتمع التونسي لا يقبل لا يقبل الإنسان التونسي لا يهضم هو يلفظ كل ما هو وافد عليه وأنت تعرفين والسيد النظاري يعرفون أن هذا البلد يعني مرت عليه حضارات منذ ثلاث ألاف سنة يعني منذ قدوم الفينقيين إلى تونس والقرطجنيين والبيزنطينيين والأسبان والعثمنة ولكن كل الحضارات سواء كانت غازية أو هي هدمت في الماعدة التونسية وأصبحت تتونست النهضة عليها أن تتتونس عليها أن تتتونس وهذا دور حزب نداء تونس والمجتمع التونسي نداء تونس هو عليه أن يسحب في الفترة القادمة النهضة إلى التونسة لكي يمكن أن تستمر النهضة وأن تكون موجودة لأنها موضوعيا ونحن لا نتحدث في السياسة علميا وموضوعيا هي موجودة ولها قاعدتها ولا يمكن إلغاءها يعني من يريد أن يلغي النهضة فهو يعني معرفيا هي موجودة ولكن عليها أن تتتونس وكل أسف الساسة لا يقرؤون في تونس بكل أحوال دكتور أحمد هناك معلومات أيضا كانت تتحدث عن أن النهضة اشترتت على نداء تونس في حال شاركت معها في الحكم أن تحوز على حقائب ليست بسيادية حقائب مثال التعليم مثلا والتربية في تونس هذا عفوا أنا أشك في هذا وأنا لي أصدقاء في نداء تونس ولا يمكن أن تعطى التربية والتعليم أو حتى الثقافة والثقافة للنهضة هذه تكون كارثة يعني دكتور أحمد سنتب إلى هذا التقرير حيث منذ عدة عقود حظية المرأة التونسية بصدارة العربية في تكريس حقوقها عبر القوانين وهي كانت سباقة في عدد من الإنجازات اليوم في خضام الحركة السياسية أيضا سجلت المرشحة كالثوم كانوا لمنصب الرئاسة سابقة في تونس وقررت خوض غمار الانتخابات فمن هي كالثوم كانوا بلا المبروك والمزيد من التفاصيل المرأة قادرة على تجميع التونسيين هكذا تستهل كالثوم كانوا حملتها الانتخابية مواجهة 25 رجلا مسجلة بذلك استثناء تونسيا جديدا كثاني مرأة عربية تطمح للوصول إلى منصب رئيس الجمهورية مثقلة بإرث أب النقبي معارض قديمة من جزيرة قرقنة أحد أهم قلاع النظال العملي في البلاد تدخل كالثوم كانوا السباق الرئاسي دفع اهتمامها بالشأن العام نحو الانضمام إلى الاتحاد العام لطلبة تونس هناك في العصر الذهبي الحركة الطلابية في ثمانينات القرن الماضي عرفتها ساحات الجامعة نقبية شرسة تستميت في الدفاع عن حقوق الطلبة بعد حصولها على شهادة الإجازة في القانون وفي سن لم تتجاوزت ثلاثين سنة تواصل سيدة القانون نضالها النقبي في قاعات المحاكم بعد أن انضمت إلى مكتب الجمعية التونسية للقضاء سرعان ما وصلها تأثيرها وحضورها المؤثر إلى منصب الأمير العام للجمعية في العام 2005 لتبدأ رحلة تصادمها مع نظام بن علي حيث تم نقلها إلى الجنوب التونسي أكثر من مرة بسبب رفضها محاولات نظام السيطرة على القضاء كما رفضت التقاضي في المحاكمات السياسية التي عمت محاكم البلاد في أوج حكم بن علي في العام 2011 حلت الثورة وسقط نظام بن علي فكر مكنه كأول امرأة على رأس الجمعية التونسية للقضاء لتدخل بعد ذلك مسرح السياسة من أوسع أبوابه وترشيحة لمنصب رئيس الجمهورية فهل تفعلها وتنجح في منافسة أحزاب ورجال أعمال أعدوا ما أعدوا من أجل الوصول إلى قصر قرطاش بلا المبروك تونس الميادين دكتور أحمد ترشح كالثوم كنو لرئاسة الجمهورية في تونس ظاهر سياق طبيعي هو سياق طبيعي ولو لم تترشح امرأة مثل كالثوم تنو كنو عفوا لكن السؤال كبير جدا لأن تونس لها إرث نسائي المرأة التونسية تاريخيا موجودة من عليسة التي أسست قرطاش والكهنة البربرية في العصور الحديثة هناك بشيرة بن مراد هناك رائدات يعني يطول الحديث حول نشاطه محاول كذا ثاني أذى معطة المعطى الثاني أن المرأة التونسية حاضرة في المجتمع المدني ولعبت دورا كبيرا حتى خلال هذه الثورة الأخيرة المباركة في تثبيت وضع المرأة في الدستور والوضع التناصفي وهي لا تكمل فقط وإنما هي فاعلة وثم هذا تأسيس ديمقراطي نحن نؤسس لديمقراطية ناشئة ديمقراطية جديدة في مجتمع يضمن حرية المرأة ويؤمن بها ككيان فاعل ليس إضافي أو كذا وكيان تحريكي وكيان له دوره الكبير في المجتمع وهذا من الطبيعي أن نرى إمرأة تترشح وأنا كنت تتصور أن تكون أكثر هناك من إمرأة مثل السيدة كالثوم كنو وغير بدليل أن هناك تقريبا 40% أو 40 إمرأة في البرلمان القادم يعني المرأة في تونس طبيعي جدا أن تترشح إمرأة وأن تخوض الحياة السياسية وأن تخوض الحياة السياسية ونتمنى لها النجاح على كل تحدي بكل أحوال الميدين استطلعت أراء الشارع التونسي والمواطنين من رجال والنساء حول موقفهم من تسلم المرأة رئاسة الجمهورية نعم يعني ليس هناك إشكال يعني أنا أعطيتك أنه يعني إذا هناك نساء عندها كفاءات وعندها يعني قدرات لتسيير الدولة أفضل من الرجل هم في كاملة جمهورية نساء موجودين وكفاءة أي ما بشوي بشوي نبدأ نحن مزلنا كيف بدأنا في الحرية بشوي بشوي نبدأها مش من تناس فين ديراكت علش لا تكن معناها يوصلوا الرئاسية علش لا تحكم هايش مرأة معناها 5-2 متصور عادي عادي جدا المرأة في الدول العربية بسفعة ما تنجحش أولا المرأة ضعيفة شخصية ضعيفة ما تجيب تقاوم كما مظاهرة كما قلاب كما تقلق كما رجل كان بشي شدها راجل طوامي مرحبه به يسيرها خمسة سنين إن شاء الله الخمسة سنين جايين عندها الحق تكون المرأة علش لا نحن الاثنين تعديل فما ترابط بين الاثنين بشي يخدمها كدريرية ويخدمها كده هي متواجدة في الاندي خبير أنا واحد من الناس أنا أعفضوا أن تكوني أمها معناها بسكون لي عايز دول هذا لا أنا أعفضها شعب واعي فهمت عادنا كينا مرأة كي راجل كيف كيف مشكلة عادة عمتنا مرأة حاسين نحبوا وحن القانون نحبوا تنحبوا الأمن والأمان في دول دكتور محمد ما رأيك بهذه المواقف هي شرائح اجتماعية هذا هو المجتمع التونسي الذي حدثتك عنه هذه هي التونسة يعني كل ينظر من الزاوية التي يراها وهذا التنوع هذا الثراء هذا البلد الذي أنتج إنسانا البلد المفتوح على البحر من جهتين يعني من نافذتين هذه الامتدادات وحضرتك والسادة نظارة تعرفون أن هيجل يقول يعني الجغرافية تصنع التاريخ يعني تونس صنعها الفلحون والتجار وصنعها البحر والبحر هو النسبية وهو التسامح وهو التنوع وهو حب الحياة وهو حب الآخر وهو التعايش مع هذا الوافد مع الآخر وذلك هو المجتمع التونسي والذي لا يفهم هذا هذه الكينونة هذا التركيبة العجيبة لا يمكن أن ينجح لا سياسيا ولا حضريا في تونس إذن أشعر والإعلامي والناقض دكتور محمد أحمد القابسي شكرا لك لعضوك معنا سهلا وسهلا وشكرا على الدعوة ونلتقي دائما من أجل تونس ومن أجل الغد الجميل لكل أمتنا العربية هذا أكيد إن شاء الله إذن عرفت الجامعات التونسية منذ الاستعمار تحركات طلابية فتحت الباب لدخول الشباب إلى الحياة السياسية وحديثا لعب الشباب التونسي الدور الرئيسي في احتجاجات ثورة الرابع عشر من يناير وأثبت شباب الجامعات حضورا مميزا في التغيرات السياسية التي تشهدها البلاد سميح البغنمي والمزيد من التفاصيل بالرغم من قمع التحركات داخل الجامعات وتعمق الصراعات بين مختلف التواجهات في العهد السابق كان الطلاب في طليعة القوى المشاركة في الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية الشباب التونسي دخل معترك الحياة السياسية منذ الاستعمار في إطار منظمات النقابية وانتلاق نأمن الجامعات التي كانت ولا تزال مختبر المزاج السياسية نرى هذا الشباب أيضا يواصل هذه المسيرة حتى خلال فترة دولة الاستبداد رأيناه كيف كانت لدي احتجاجات كبيرة في الجامعات التونسية واليوم ونراه بالرغم مما يقال عنه فإن هذا الشباب نعتقد أنه روح هذا المجتمع وهو الذي يمكن أن يعتمد عليه في الفترات القادمة الاتحاد العام لطلبة تونس أبرز منظمة النقابية في تونس يعود تاريخها إلى الخمسيناتا يتطلع من خلطها اليوم إلى المشاركة الفعالة في رسم المشهد السياسي الجديد والتأكيد على دور الشباب في خوض معترك المصار الديمقراطية الشباب التونسي هو الجزء الأكبر من الذي صناعها الثورة هو الجزء الأكبر من الذي نشارك في العملية السياسية الشباب التونسي هو مقصي من القرار لكنه ليس مقصي من الفعل السياسي الفعل السياسي قاعد يقوم به الشباب قرابة 30% نسبة الشباب في تونس نسبة من شأنها أن تغير المعادلة السياسية وأن تقلب الحسابات فشباب تونس أثبت وبعد سنوات من النضال أنه لن يقبل أن يكون خارج الفعل السياسي أعلمته الثورة وسنوات النضال أن يكون عنصرا فعالا الشباب التونسي أثبت لأكثر من مرة أنه قادر على العيش مع الديمقراطية والمشاركة في الحياة السياسية سميح البغانمي تونس الميدين كما معظم دول المغرب العربي عرفت تونس حضورا للأولياء الصالحين ومنهم نساء ويمثل هؤلاء الأولياء ملجأا لطلب الرحمة والمساعدة من رب العالمين غادي غنطوس زارت مقامات لبعض الأولياء وعادت بهذا التقرير السيدة المنوبية هو مقام والية صالحة غير بعيد عن قلب إيقاع الحياة في العاصمة التونسية مكان يقصده الكثير من التونسيين إما للإفاء بوعد قطعوه أو لنذر أمر يترقبونه كل زائر يشعل شمعة في مقامها الذي يعبق طوال النهار بروائح البخور المقام بات ملجأ للفقراء الذين يعتشون من تذكيات وتبرعات زواره شدة تعلق الناس فيه دفعتهم إلى إعادة ترميمه بعد أن تعرض للتدمير والحرق مرأة صالحة برشا وقارية 2500 علم كان تمشي لسيدة بن حسن الشادلي تقرأ هي وسيدة بسعيدة الباجي تزربين طفلة من المنوبة الناس يجيوني يطلبوا ربي ويأخذوا شمعة ويجيوني ويشعلوها يضوها على المنوبية وإن شاء الله ربي يقضيها حوائجها من قدرة الله سروحنا ذي قبينا دنيا نجيوني للسيدة المنوبية هي أم الناس الكل فيها أحبابها وناس الكل تحبها من كل بر وكل فر يجيوني ونحن مش حتى كل عام كل ستة شهور تلاتة شهور نعمل القصعة متاع السيدة المنوبية الكوسكسي ونجيبوا الفاكية للأولياء الصالحين مقامات عدة في تونس مقام سيدي محرز يتوسط العاصمة وعلى مشارفه سوق شعبي سمي باسمه اشتهر الولي الصالح بحفظه وتلاوته للقرآن وبمؤذرته لدعاف الحال لذلك ظل مقامه إلى اليوم مزارا للناس يتبركون به سيدي محرز هو ناجل الصديق أبو بكر الصديق صاحب رسول الله هذا ثابت بالكتب وعبت على حق قضاعت زور الأولياء الصالحين في تونس كاملة بصفة عامة معناها مقام سيدي محرز مقام سيدي أبو الحسن الشابلي القيروان معناها جامع عقبة زيارة مقامات الأولياء الصالحين هي ظاهرة منصهرة في جوهر الهوية الثقافية التونسية غير أن فئة كبيرة من التونسيين طرى أنها ضرب من التقوص التي يجب الإقلاع عنها خطرهم هم ناس صحية يخدموا عن أرواحهم وكذا لما تباقينا أنا ضد الناس بشتزورهم والناس بشتمسينهم ويعتقتوا بهم الناس طورت الفكرة لنولد شرك بالله ولما تكون شرك بالله أحنا معناها يولي هذين ندخلوا في ماتهات أخرى ينقسم المجتمع التونسي فيما يخص الأولياء الصالحين فعلى الرغم من أن شريحة كبيرة منهم تؤمن بهم وببركتهم طرى شريحة كبيرة أخرى بأن هذه المعتقدات هي الشرك بالله ولا يجب ربطها بالدين غديغانتوس تونس الميادين